في زيادة في الاسعى وبعدين انا هقولك على حاجة غلطة عشان اتفكر ان انا طالع اطبل اصلي الفرح ماهوش ناقص مطبلطية الفرح مش ناقص مطبلطية في ناس كتير بتطبل وانتو كلكم بعتوش تفرجوا عليهم ماهو بيطبلوا خلاص متعلوم ان هم كده الصح لا ده هم اثرهم على النظام السياسي وعلى الرئيس عفتاع السيسي اكتر من انهم خدموه دول هم مقدموش خدمة للرئيس السيسي ده هم كانوا عب على الرئيس السيسي بالتطبيل بتاعهم وكله بعد عن الميديا وكله بعد عن الاعلام وعن التلفزيزي ايه عام ده كله بيطبل ايوه كلامكم صح كله بطبل وانا طالع وعارف ان كله بيطبل ولو كنت طالع اطبل كان زماني قلت يعني هو الفرح ناقص مطبلطية ما البركة في اللي بيطبل انما انا مش طالع اطبل انا طالع اقول كلمة حق طالع اقول كلمة حق كويس وشوفوا بقى اقسموا على هذا المصحف احنا في رمضان اقسموا بهذا الكتاب كتاب الله المصحف الشريف حضرككم لو ما سمعتوش كلامي وصدقتوه وامنتو به وعملتوه لا هتشوفوا اسود ايام حياتكم انت دلوقتي بتعملوا الات صح اقول لكم بتعملوا ايه انت دلوقتي عملين تصوتهم علشان كل السلع اسعارها ارتفعت وفي زيادات مظبوط وحيات كتاب الله لو واحد فيكو نزل الشارع لما هتلاقم السلع اصلا يعني السلع اللي انتو بتقولوا عليها غالية مش هتبقى موجودة من اساسه وحيات كتاب الله لدل هيحصل وحيات كتاب الله العليل مجيد لدل هيحصل واقول لكم كمان بعد اربع ما فيش اربع سنين تلات سنين ستملك بني اسرائيل مصر كلها بكاملها واقسموا بالله العظيم واقسموا بالله العظيم واقسموا بكتاب الله ان دل اللي انتو هتشوفوه وسجلوه واحفظوه واكتبوه وراية وافتكروا بعد السنتين كلام واضح